طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى عليه وسعبه وسلم وبعد حقيقة السلف يتكلموا كلام كتير وأنا أندي بعض النقاط دار يتكلم عنه قبل ما أخش في موضوعي في واحد ملحد ربنا يهديه قبل فترة طلب مناظرة من مزم الفقيري في الفيسبوك لحد الآن ما لقينا رد هل هو حيوافق ولا لا في ثلاثة مواضيع اللي هو الإلحاد العلمانية والإسلام في حد نفس فبالتالي مفترض تردت أن نبتدأ موافقين أو موافقين مكان المناظرة الفيسبوك أو زران اليوتيوب أو تلفزيون في واحد من التلفزيون الموضوع الثاني يتكلم أنه الحديث من الله والقرآن برضه من الله طيب واستجهد بآية بتقولوا ما ينتقى أن الهوى إن هو إلا وحي يوها لكن الوحي لما ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم بيجيب بقرآن ما بيجيب بحديث نبوي شريف كويس الرسول صلى الله عليه وسلم لما مر في واحد من الأزقة بتاعة المدينة المنورة وسمع الأزيز بتاعة الناس القادرين يؤبروا في النقل أو قادرين لقهونه قال الناس دي القادرين يسوي فشنه بمفهوم الحديث يعني قال إنه الناس دي القادرين يلقوه قال لو تركوه لصلح كويس؟ بعد شوية في نهاية الموسم المهم النقل دي ما ولدت ففي النهاية قال ليم ما أنا بزارع ولا صاحب النقل وأنتم عالموا بشؤوني دنياكم بنفس الصيغة دي ده بيأكد لك إنه نفس الكلام الرسول قاله قبل شوي إنه لو تركوه لصلح هو ما جاي من الله جاي منه وإلا يكون الحديث ما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إما مضبطة الجهاد ومجهاد فأنا في رأيي برضو الآن ما في جهاد ما في هاجة فيجبرنا لمشي نجاهد الدنيا دي عايش في نعمة السودان الآن عايش في نعمة الحمد لله وإذا دارين تجاهدوا إذا دارين تجاهدوا فممكن تبدو من من الناس القاعدة حكومة القاعدة هسي دي ما حكومة علمانية المسيغة الدستورية دي ما في غير البسم الله الموجود فوق ما في أي حاجة تانية عنده علاقة بالإسلام ما في عشان أنا موافق تماما لأنه ما في حاجة بيلزمني وكلنا قاعدين استمتع السلف بجي برط حين سرسلنا بخش جوا الجامعة الشوي قادي نطيج جوا الجامعة في مشكلة انت البدرك شنو في اللحظة دي ما في حاجة بدرك بعدين الشيخ أو بكر أداب أنا شاهدت لف فيديو في كلامنا العلمانية وهو بيبكي وده القصة الجاب قصة الفتيل ذاته كويس وقبل شوية واحد يقول الكذب حرام أبو بكر بردو كذب في النقطة دي وكيد قال إنه العلمانيين هيجيوليك أمك في فتيل كويس دي عاته علمانية الكلام ده عاد وتغليد إنه الهنود قبل ظهور العلمانية وقبل العالم تعرف حاجة اسمه علمانية في حد ذاتها كويس الحاجات الكعب موجودة من زمان سواء كان لواد إنه قوملوت كان قرية لوطون وأي حاجة كعب موجود قبل ما يظهر حاجة اسمها علمانية والحرية والكلام الكثير الحاجات الشئنة والسمحة موجودة من زمان المسألة بتاتها العلمانية حاجة سمحة ما فيها كون إنه الناس يتساووا ده يجي يناقش وده يجي ينقض وده يرد وده يرد أنا بظن إنه ما فيه حاجة باطئة الشيء الثاني السعودية دي بعد ما بدأ وثائر نحو العلمانية ليه لحد الآن ما فيه أنصار سنة قدمناه نقد أو أذرا سلفي ما شايفين لحد ما زهر الأغنية الأخيرة بتاتها الديجيل بيقول أنا بيتبكى ولا كلام زيدة ده الوهيدة اللي الناس بكى حصوا بخطورة قام وشنو ده ريح حسبوا لكن الخطوات أول حاجة القادة يعملها والسلمان ده حاجات علمانية بحتها قادة يغير المشروع بتات سعودية 2030 قادة يغير في حاجات كثيرة خشش سينما وخشش بارة دفات السودان ذاته وبيرة وحاجات زيدة قاعدة في جدة موجود ما في زول قادة ينكره طيب الشيء الثاني الدولة في حد ذاتها ما ركون من أركان الدين وما لقيد يوم في يوم من الأيام سوى كان في حديث واللآية ما في كلام يتكلم عن إن في دولة ولا الناس بيحكمون كيف ولا بنزمون كيف في خلافة وشروط بتاعة الخلافة في الأسرة الحديث ما مواكد ده صراحة أنا ذار يقول لأن واحد من شروط الخلافة في حد ذات يقول لك أن يكون قراشيا ده شرط من شروط خليفة المسلمين والكلام ده في السودان ما بيتطبق ونفس السلوك القديم لو جينا نمارسه هنا على سبيل المثال اتفاقية البق الواحدة دي حس الرقب هل هي حاجة سمحة أخلاقية في نظر المجتمع بالتأكيد بكل إذن هنا ما مضطرر إنه نرجع للحاجات الأسلا والمجتمع ما 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 قاعد يرضى به كلنا عارفين إنه الرقب والإماء والمنوع الحاجات دي حاجات مباحة جدا زمان وحاجة مناسبة وحاجة أخلاقية في زمنه لكن الآن ما 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 حاجة ظريفة إنك إت تسوق ليك أبي تمشي توديه السوق أو تمشي تبيعه وتشترع حاجات زي دي ما مناسبة في الوقت الحالي طيب الرسول صلى الله عليه وسلم في حد ذاته قال أنتم أعلموا بما يصلحكم في دنياكم وإما آخرتكم فلي فمسألة بتاعة الدولة وإدارة بتاعة الدولة والسياسة مسألة الدنيوية بحثة إذا كان بقيد وزير ولا بقيد مسؤولة لو قيد رئيس جمهورية ما معنى أنت إنك أجر وإما الخيامة تمشي جنة بل ده منافسة حرة هو محل بتاعة إنك تنتهي الفرص وتقدر تكسب وتترشح ديمقراطيا وتجد فرص وتمشي لكن ما عند علاقة بإنه كجزء من الإبادة بتاعة المجتمع أو إبادة بتاعة الإنسان المؤمن ده نهاية كلامي كله وشكرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد الأخوة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مناقشة الشاب ده في نقاط عديدة أنا أبدأ من الأول وعلى حد آخر كلامي طيب في الأول بدأ قال في واحد ملحب طلب منكم مناظرة في النت أو في الفيس أو على التلفزيون وقال أنتو ما أديتوا إجابة حتى الآن طيب الطلب اللي قدمه ده هالطلب رسمي قدمه اللي هنا في المنبر ولا وين هو الطلب اللي قدمه ده أصلا نحن ده نعرفه نحن موافقين قبل الطلب ذاته ما عندنا مشكلة بالنظرة كسوا ما عندنا مشكلة وأنا أكلمني واحد شفاهة مرة بالموضوع ده ذاته وقال في واحد قاعد أظنه ما عارف وين في أندونوسيا ولا فانزيويلا ولا حتة كده ما عارف بلجيكا ماين مكان كده ما عارف أنا وين فقال ده قال داري ناظركم عبر صفحة في الفيسبوك كويس قلت لده ما لما نزره هيكفلها ما المفتاح عنده هناك أنا قلت لده مسكين انت قاني ولا شنو لا ما في مناظرة زي دي مناظرة أنا بخلي حرية التحرك عندك انت دي ما في مناظرة تجي هنا ده جدامي حديل عشان ما نبقى ثاني نحن أنا أقعد بعد ما يدعصر تمام يقول لي يا الله الشبكة ضعيفة الآن لا أسمعك الآن لا أسمعك وزيط يكفلها يأخد فرصته لو نجي بفرصة دي أنا يكفل الخط ما عابي جدا لا 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 إحنا ما زلنا زي ده بتنفع معنا وإنتا قاعد في فنزيويلا لا إحنا قاعدين في البلد هنا مع العيش المافي والصفة الرغيف وصفة زفت وإحنا قاعدين هنا تعال هنا ده أخي انتا ماشي قاعد مرطب هناك وبغبغوا فيه الجماعة ديلك ودالي ناظرة نحنا ما تعال جوع معنا هنا شان تعرف المناظرة إتا ولما انتصل هنا براك بتختنع إنه في الله مما تخوش هنا ده بتختنع إنه في الله لأنه في ناس عايشة هنا من غيريه موارد زي ما ربنا قال وما يتغي الله يجعل له مخرجا ويرزقه بس دي العايش المكان إحنا في البلد هنا ويرزقه من حيث لا يحتسب إتا ملحد ما صمت أول ما تخوش البلد هنا وإتا بتدوك مصاريفك عشرين جنيه وفي اليوم إتا بتصرف خمسين وما حرامي ومورك موارش الحمد لله الله فيه ولا ما فيه بس ده يا الله داته رزقه كده فنحنا ما بناظرة بيننا بناظرة كنا ده تعال في الوقت دي اتنين قال قصة تعبير النخل ودار يصل بها إنه السنة النبي صلى الله عليه وسلم دي يعني أول لا يعني ما هوحي من الله وبعدين إنه بقول كلام وبيطلع غلط ده الفهم يعني بقول كلام وبيطلع غلط وما ممكن إحنا نبني على السنة حاجة ولا نبني على حكم وإنه الدولة دي في النهاية دي أمر بتاع الدنيا ونحنا نعيش دنيانا بمزاجنا أول حاجة قصة تعبير النخل ما فيها كلامك ده وخلاصة القصة كالآتي النبي صلى الله عليه وسلم لقى الناس بيأبروا في النخل وتأبير النخل معناه تلقيح بيلقحوا بيشيروا من الذكر الأنثى تلقيح النخل وده بعرفوا الناس المزارعين طيب بعدين النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهم أمر انتبه ولا قال لهم إن دي من السنة كذا ولا أمر إنه يفعل الشيدة باعتبار وحي من الله لكن أدهم مجرد رأي والعلم أخذوا من النقطة دي إن ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بمجرد الرأي فهذا لا يعتبر من التشريع إنما هو مجرد رأي من الآراء والرأي ده أنت لك إنك تأخذ بيه ولك إنك ما تأخذ بيه وعشان كده لما انتجي في الأحاديث ذاته بتلقى في تصنيف للأشياء اللي هي مجرد رأي أو عادة من عادات النبي صلى الله عليه وسلم الدنيوية أو طبيعة من طبائعه البشرية يعني من طبائعه إنه بحب القرع بدأ عرف القرع الدباء القرع بحب يأكل القرع دي من الطبائع الجبلية عند النبي صلى الله عليه وسلم نحن ما مطالبين بإننا نحن نمشي ناكل القرع ولو كنا ما بنستسيغه لا أبدا لأنه دي أشياء من طبيعته الجبلية عرفتها وكذلك في الآراء جاءت مرأة للنبي عليه الصلاة والسلام وكان يعني متزوجة أو طالبة واحد للزواج فقامت النبي صلى الله عليه وسلم قال لها تزوجي فلانا قالت أتأمرني يا رسول الله انتبهي شفتة الحديثة بفهمك الموضوع ده كله شانت مطلق بط الأمور قالت أتأمرني يا رسول الله انتبهي شفتة الحديثة قال لا ده ما أمر إنما أشير إليك ده مجرد رأي وإشارة قالت لا حاجة لي به ماذا يرى فالنبي صلى الله عليه وسلم تركه ليه؟ لأن ده يا أخوان مما يدور في دائرة الرأي والإشارة دي ما مسائل تشريعية والأحكام حلال حرام ويفعلوا لا تفعل لا ده مجرد رأي شكذا قال لهم لو تركتموه وتركوا النخل ما أبروه فهم فهموا كأنه ده حكم تشريعي من النبي صلى الله عليه وسلم ما أبروا النخل ما لقحوه النخل طلع خسران في النهاية فبعد ذاك لمن رجع للنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أنتم أعلموا بشؤون دنياكم أو أنتم أدرى بشؤون دنياكم وذي نحن ما مختلفين معك فيها أي أمر بيخص الدنيا نحن أدرى به وما في نص من السنة حدد لنا إنه نحن نعيش أمور دنيانا المباحة كيف لا دي أمور مباحة نعيش زي ما دائرين نحن اللي لم نعمل حاجات كثيرة زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بيعملوها لأنه دي دنيا نحن ما ملزمين بحديثنا فيها دي دنيا نعمل كاميرا ميكرافون فهمتا نلبس ساعات زمن الرسول ما كان في ساعات برفته نركب طيارة غير من أمور الدنيا ما فيها مشكلة لكن إنت لما تجد لخبط الأمور كلها وتجد تقول لا لا مسألت الحكم الحكم برضو شنو؟ من الدنيا لا الحكم ما من الدنيا الحكم من مسائل الدين بنص القرآن ربنا يقول وأنحكم بينهم بما أنزل الله طيب انت رايك شنو في الآية دي؟ وأنحكم بينهم بين منو؟ بين الناس صح؟ بما أنزل الله ولا تكن للخائنين خصيمة دا أمر رباني ولا ما أمر رباني؟ دا دين ولا ما دين؟ مسألة الحكم هي مسألة دينية ما مسألة دنيوية كويس؟ وإنت الأحاديث التي يجبت هذه ذاتها هي حجة عليك قال أحاديث الإمارة وأحاديث الخلافة وغيرها الإمارة والخلافة دي كلها عبارة عن تعبيرات شما ما تيطلخبط الأمور تقول لا لا دفع موضوع الخلافة لكن موضوع الدولة ما بخش؟ والدولة هي شنو يعني؟ وما هو الفريق بين الخلافة والدولة؟ فريق من الخلافة والدولة الخليفة ده حاكم شنو مش ناس وفي أرض وعنده سيادة ده يهو التعريفكم بتاع الدولة أرض وسيادة وبشر قاعدين فيها ده الدولة طيب الخليفة ده حاكم شنو غنم ولا ناس مش ناس في أرض ولا حاكمه في الهوى في الهوى فوق ولا في الأرض ما يهو نفس الموضوع فمات لأخبط الأمور سعين تياخ طيب بعد ذلك قال مسألة داري سير ليه نعرة عنصرية كأن الإسلام دعلي عنصرية مسألة قال الخلافة قال هي في الدين هاي لكن قال في حديث ما تكون قال الخلافة في قريش مسألة حديث الأئمة من قريش انت لعلك ما فاهمه كويس وما تميت الحديث الصن وما صبرت يتم لك القاروك لو يالك ذاته إنما شحنوك بعبارات عنصرية لا يتفاهم لهم كويس مسألة الأئمة من قريش الحديث عنده تمامة النبي صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش ما أقام الدين بشرط شنو إقامة الدين حديث ثاني الأئمة من قريش النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنهم أرحموا الخلق قال إذا حكموا رحموا وإذا 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 عاهدوا وفو وإذا حكموا عدل دي صفات التعيندك دي ما موش الأئمة من قريش يعني بناء على العنصر القرشي لا بناء على ما في قريش من هذه الصفات فهمت فالمسألة ما عنصرية إنما المسألة تنبني على الصفات الدينية اللي فيهم أكثر من غيرهم دا الفهم لكن ما فهم عنصر يعني ما من قريش معناها حيكون إحنا ما بنقبل به لا أبدا والنبي صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش ما أقاموا الدين قال وإن لم يفعلوا فعليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين شوف كمان مع إنه ربنا أدهم ميزة في نفس الوقت فيه وعيد بالنسبة لهم فمسألة إما من قريش أنت ما تأخذها ما أخذ عنصري فأنت ما فهم الحديث يا أخي تقول ورني الحديث من ورق له قال ما في جهاد قال ما في حاجة بتدعوني للجهاد السودان قال عايش في نعمة كده والسنفين قال بتكلموا هنا وانصار صنة في الجامع والعلمانين بكوركو في الجامعة وقال ما في مشكلة أنت فهم الجهاد وفهموا شنو أصلا فهم الجهاد شنو وانت قال الجهاد ده ظلم للناس اللي جاهدناهم ديل يا أخي أعظم نعمة نحن بنقدمها للزول اللي بنجاهده ده ذاته مش كافر وملحد بنمس نجاهده أكبر نعمة نحن بنقدمها له هي إزالة الطواغيت اللي حاكمينه ومانعين منه دخول الإسلام له لأنه الإسلام أعظم رحمة وأعظم نعمة ربنا قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأكبر نعمة نحن بنقدمها للكفار كوننا نجاهد والجهاد مش غرض نكتلهم لا أبدا غرض ما القتل إطلاقا إنما غرض الجهاد هو إزالة الطواغيت المانعين للدعوة الإسلامية وما معناه إنه نحن داري نمشي نقهرم قهرا على الإسلام لا أبدا ربنا قال لا إكره في الدين مملك هرم على الإسلام لكن نحن بنزيل الحواجز المانعة من الدعوة الإسلامية وبعد ذلك بعد ما تفتح البلد امشوا الدعاة إلى الإسلام الصادقين مش دي الكيزان الناس الدارين يأكلوا بالدين لا دعاة إلى الإسلام صادقين يعلموا الناس الإسلام وما يجب عليهم فيه من الحقوق كويس شأن نكون نحن كده قدمنا لهم خدمة عظيمة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ناسا يؤتى بهم إلى الجنة في السلاسل في السلاسل دي الأسرة اللي نحن بنشيلهم وبنحسن خدمتهم بنخدمهم خدمة كويسة وبنحسن لهم وبنكرمهم لحد من حبيبناهم الإسلام يخشوا فيه ودي دي النعمة اللي احنا قدمنا لهم شنو تقول لي ونحن ما دورين جهاد وما محتاجين له محتاجين له فشنو انت قال الجهاد هو أصلا مشروع عشان الناس تأكل أموال الكفار يعني ولا شنو انت قال ولا زي ما داك قبل كم أسبوع قال شنو يجيبوا لكم بنات سمحات يعصروا لك ضهرك قال ده ما هدف الجهاد يا أخوان ربنا يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ده الغرض بتاع الجهاد لكن انت ما لقيت نموذج قدامك الجهاد بتاع الكيزان لما شوهوا صورة الجهاد وطلعوا الشباب وحمسوهم على الجهاد في سبيل الله وفي النهاية هو كان عبارة عن قتال سياسي في كثير من من الأشياء ساقوها وفي النهاية بيكتلوا في مسلمين بيكتلوا في مسلمين وغيرها من الإبادات والحروب والأشياء اللي حصلت ده ما يهو الجهاد المقصود عرفت طيب فكون تقول ما في جهاد السا ونحن ما دارين جهاد ده انت تقول لنا ما دار انت ده ورأة الجهاد ما بتسقط أبدا جهاد ده باقي إلى قيام الساعة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين منصورين إلى قيام الساعة الجهاد ما بيجيف لكن الآن نحن بنقول لك الجهاد اللي هو جهاد السيف وجهاد الحرب والقتال مرحلته الآن بالنسبة لنا نحن دي ما يا هل مرحلة بتاعته ونحن الآن ما في مرحلة جهاد بالسيف ولا بنجاهل زول ولا بنكتل زول في الشارع ولا بنقيم حد على زول ولا ما سنكتل لنا زول ولا انت لو جيت هنا جوة وقلت الله ما في ولا قلت أنا ملحد نحن ما حنقيم عليك حد ولا بنسألك قوله ومش ما قضيتنا نحن ما حكام ولا نحن الآن داعين الناس إلى جهاد إنما نحن الآن ندعو الناس إلى جهاد أنفسهم لإقامة الدين في أنفسهم بعد ذلك إذا أقمنا نحن الدين كمسلمين في نفسنا ربنا حيقيموا لينا في أرضنا وحنقيموا في عين أي زول. في عين أي زول إحنا حنقيمه. لكن بعد ما نقيم الدين في نفسنا في الأول. وإلا الآن إحنا الوضع الشايفين ده ده ما وضعنا جاهد به ده الناس. ما وضعنا جاهد بهو. إنه نجاهد بالشباب اللي انت شايفاهم عينك ديل. يا زول. الموضوع ده ما بيجي كده. ديل زاتهم فكوا الشغلة ده ده فك شديدة خلاص يا أخي. والله في شباب كده. الله يهديهم يا أخي. والله الواحد يا الله تفرزوا من البيت. يا الله. أكان بيتونسوا اتنين والت قاعد بتسمع ساي وراك في الحافلة. اتنين بيتونسوا والله ما تفرز الولد وينه. يا ناس ما ممكن يا أخي. يا هلتا كيف يا أخي؟ طيب. بعدين قال لا. كأنه انه العلمانية دي حاجة جد جديدة. وانتو كأنه شنو بتتكلم عن حاجات قديمة والعلمانية دي جد جديدة. العلمانية ما جديدة. العلمانية كفكر أصلا ما جديدة. لأنه العلمانية هي اعتراض على الله. واول من اعترض على ربنا منه. ابليس. ونظر في مقابل النص. قالوا اول من استخدم القياس في مقابل النص هو ابليس. ربنا قال لا اسجد لآدم. ويدخلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا ابليس. لا هم ما ملك ابليس بالمناسبة. وكان قاعد معهم بس. كان قاعد مع الملائكة. بعبد ربنا وكده بسبح. قاعد مع الملائكة. لكن حاغد. في قاعدة حاغد وقلبوا سود. هو قاعد. اول ما ربنا خلق آدم وفضلوا. طوالي قال اسجد لمن خلقت طينا. انا اسجد لن خلقت من طين ده. قال انا خير منه. خلقتني من نار وخلقته من طين. وفي فهم ابليس. طبعا ده نص واضح من ربنا. اسجدوا لآدم. ده نص. صح? ابليس طوال شغل عقله. زي ما ادتك هتشغل عقلك يا علماني. شغل في عقله. طبعا آدم دخل اقوم من طين. وانا من نار. وبما انه. شفت مما يقول لك بما انه. اعرف ان الشغل انا هتخرب. بما انه قال. النار افضل من الطين اذا انا. افضل من آدم اذا ما له. ما اسجد لآدم. هو يتا تنظير. قولك اسجد لآدم بطل اللولة والفارقة دي. اسجد بس ما في كلام كثير. لا لا انا قال. بعدين ابن تيمية رحمه الله. قال والقياس بتاع ابليس ذاته غلط. النار قال ما افضل من الطين. قال لي ان الطين فيه السبات. وفيه الرسوخ. والطين مادة منها الانبياء. خلق آدم من طين. مادة منها الانبياء. ومنها بني آدم. دي المادة. مادة مفيدة. قال واما النار ففيها الاحراق. وفيها الطيش. وفيها الحيجان. وناتجة الرماد قال. ناتجة ما فيه فايدة ذاته. غياس ابليس ذاته قال غلط. ده التنظير بدا بدري. ما تقول ليه العلمانية جديدة. علمانية قديمة ولدنا. كفكر العلمانية قديمة. لكن بعد ذات تقول لي الفكر ده. طرأت عليه مسميات. مرة يتسمى بالثورة الفرنسية. ومرة يتسمى بالفلسفة. ومرة يتسمى باشكال كثيرة جدا. والآن نحن عندنا طرفين مصارعين. نحن بنعتبرهم العلمانية الاتنين. تختلف الاسماء بس. طرف بتاع الكيزان بي جاي. والطرف بتاع العلمانيين. نفس الحرية والتغيير بي جاي. ونحن في فهمنا انه الطرفين عندهم نسبة من العلمانية تقيل او تكسر. دل عندهم نسبة العلمانية ودل عندهم نسبة برضو. طيب. آآ بعد ذلك قال ما في سلفي. شفنا وانتغد السعودية. والسعودية الان بيقافها البارات وبيقافها شنو. حفلة شنو قال. شف يا اخونا شان ما نحن نكتر معاك الكلام. وتضيع زمننا في الموضوع ده. نحن لم ننتغد حكومة سعودية ولا سودان ولا غيره. نحن كسلفيين. ليس من منهجنا مناقضة الحاكم ولا مناقشة الحاكم. نحن نخلي حكومة السعودية قال انت بتفتش ليك في حاجات كده. بارات في جدة. وما معروف ذاته البار اسمه شنو? اسمه شنو البار. فتحك دين. ها? وشغال شنو جوه. انت ذاتك ما عارفه. يا اخي افسه في بلدنا دي. البارات فاتحة ويشي. نحن كلام عن حك حكومة. ده نحن ما عندنا. نحن بنتكلم عن افكار منحرفة وباطلة. الافكار دي العملة كان عملة بتاع الحكومة ذاته. نحن نتكلم عن مجرد الفكر. لكن الحاكم نحن بنتناوله. ده ده منهجنا كده. لانه بنعتبر تناول الحاكم ده اعلان للجهاد. عرفتها? ده اعلان للجهاد. وإعلان الجهاد عنده شروط عنده ضوابط. حتى لو كفرت الحكومة. الان خرجت من الملة تماما. عندنا كوننا نتكلم علنا على الحكومة. ونثير الشعب عليه ونطلعه. ده مرحلة اولى من مراحل الجهاد. والجهاد ما بيكون شغل بتاع عبس. زي اللي بيعملوا الشفع طالعين ثلاثة شفع يقفلوا الشارع بيليستيك. ده ما يهو الجهاد الشرعي. الجهاد ده عنده ضوابط انه يكون عندك قدرة على ازالة الحاكم بمفسدة بمفسدة اجلة ومصلحة اعلى. مش تجي بعد ما يدقوك ويكسروا راسك ده شفتها ويازوك وتجي تتبكى ويضربونا وفكونا بيقنشط وفكونا بشنو. واي. الجهاد الشرعي ده يوم اللي قون جهاد ده تاني ما فيه واي عصروني ودقوني. ده جهاد انت مركته اما يحدى الحسنيين. اما انتصرته ويستش حتى في سبيل الله. ده اللي احنا بنعرفه. ويقوموا اللي جي. جهادنا نحنا جهاد السلفين اتا حد عارفوا كيف. لكن الشي اللي بيساوي فيه اتا شغل بتاعك. تجيب جدام العسكري اضربني. يضربك ايه يتبكوا الجماعة بتاع انك. ولحقوا ضربونا. وفكوا فينا البنبان. واستخدام العنف الشديد المفرط ياود. ده جهاد ما فيه استخدام ماسو عنف هو. ربنا قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم. تقول ايه استخدام العنف المفرط? ياود انت ما ما فاهم الحاصل ولا شنو? الجهاد الشرعي ده شان كده قالوا لك هو الخطوة. من خطوات اعلان الجهاد المقدرة على يزالة الحاكم. كن عندك قدرة. عندك قوة. ربنا يقول واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن الرباط الخيل. مو اشتربط فانيلتك في نصك. رباط الخيل. دي قوة يا ولدنا انت ما فاهم الحاصل ياه. قوة عسكرية. كن عندك قوة لازالة الحاكم ده. لكن ما ممكن انت تجي شعب عزل. شباب مساكين. ما عندهم الا حجر. واقع في الوطى. تمشي تواجه بهم قوات عندها مدرعات. عندها اسلحة تقيلة. عندها اسلحة فتاكة. عشان يكتلوك وتجي التاجر بالورة. كاتلوني وجي قدونا عزال الشهداء ودارين عزال هنا. بدك له منه منه? منهل بدك عزال الشهداء. وانت ماament تكون ليه? عزالشهداء مسؤول منه منه? زي ما ما مسؤول منه زول القتلوم مسؤول منه زول الطلعن. دي حجائي الناس ما بتقولها. شعبي جبان. لا من رحم ربك. مسؤول منه وما زول الطلعن. زي ما مسؤول منه وما زول الكتلون. ما تطلع أولاد الناس ما تطلع ولاد الناس انت لما يكون عندك قضية وقضية عندك لا مقومات انت اطلع جهاد شرعي بمقوماته الشرعية لازالة الطاغوت والطاغية الكافر اذا جسم على الامة طاغية كافر ابقى دل جهاد الشرعي الصحي صحيح بعد ذلك انت ما بتجي تندم ولا بتجي تتبكى ولا بتقول جيبوا لي حق ولدي ولدك مرك في سبيل الله ما بتقول جيبوا لي حق ولدي يا اخي ام عمارة صحابية الجليلة رضي الله عنها nusayb النجارية من الانصار ولد اسم حبيب رسل النبي صلى الله عليه وسلم رسول لمسيلمة لمن مشى لمسيلمة هناك قال المسيلمة قال له اتشهد اني رسول الله وقف قدامه ذاك بيقول له لا اسمع هذا شجاع جدا وامه شجاع جدا بيقول له لا اسمع بيقول له اتشهد ان محمد رسول الله بيقول له نعم يقول له أتشهد أني رسول الله يقول له لا أسمع أتشهد أن محمد رسول الله يقول له نعم مسيلة وقت عود ولما في مكتل واحد في قفة رجعوا له أمه جنة البواكي من النسوان بيبكى معاه زي اللي بتتبكوا يدتوا الليلة ديلة جنة النسوان يبكى معاها انت عارف قالت لين لا تبكينه فلمثل هذا ولدته وأرضعته انت لمن تبقى مارك جهاد شرعي وعندك قضية انت طالع من أجلى ما تيتبكي بالوراء ما ترجع ليوراء أمسي قدام بس أمسي قدام وما ترجع ليوراء تاني لكن الحركات اللي بيعمل فيها دي حركات متاجرة بأولاد الناس أصحوا يا ناس ويصحوا الأمهات الليلة الفجعا في أولاد شاء الله ربنا يفرد كربة اللي فجعا في أولاد ما هو الثمن الذي يدفع لهم دفعوا لهم شروع الثمن واحدة بتشكي بتشكي قالت أنا ما عندي القروش هل بفتح بها بلاغ في حق ولدي المات انت ما تجي يا أخي تسأل زي ما بالطالب الزولة الكتلون بالقصاص وده حق انت كمان طالب الزولة الطلع طالب الزولة الطلع لأنه ده مشارك في الجريمة ولا ما مشارك ما هو قاعد برا كان برا السودان ومستمتع برا وجاين ببغبغين من برا ما شفتهم بعد ما ماتوا الشباب وراحوا اللي راحوا وضاعوا اللي ضاعوا واتفقد اللي اتفقدوا جاهم وقاعدوا فوق ونسوا القضية بتاعتهم كلها الشعب ده مفترض يتطعز ويوعة أبقوا شجعان وقولوا الحقيقة نحن ما قضيتنا بحمد الله لا واقفين معاديل ولا معاديل نحن بنقول كلمة الحق دي كلمة الحق ما تبقى جباني انت طيب بعد دا قال الرغل الآن ما ظريف وشنون ما ظريفه ما ظريف قال تشيل ذوله تسترقه ياخي انت ما فهم الموضوع شنو ذاته ما في ظل بشي لو بيسترقه دا حرام أصلا والإسلام حرم استرقاك الحر دا حرام شرعا ما بجوز لكن الرق الكان موجود في الإسلام دا أصلا رق ناتج عن الجهاد دا الأسرة وسبايا الحرب بيخدوم وبعد ذاك أكان عند المسلمين وعند الكفار دا نوع من أنواع المال والثروة ولذلك الإسلام حفز على إن الرق شنو انتهي لكن ما منع الرق لماذا؟ لأن الرق كان عبارة عن سلعة ولو منعوا تماما لأفقر المسلمين وأغنى الكفار لكن منع بعد ذاك تدريجيا حفز الإسلام على إنه كثير من الكفارات يكون في عدق رقبة في عدق رغبة مؤمنة كده كثير من الكفارات لحد ما شنو ما؟ انتهت المسألة دي ومش انتهت نهائيا لا ما نهائيا دي مربوطة بالجهاد قام الجهاد في رق رجع الجهاد في رق نحن ما أذل لا يزول نحن بإسلامنا دا أعزة وأعزة من أي كافر ولا خايفين من الإسلام ولا نخجل دي عزتنا ونحن وديننا عزتنا نحن في ديننا والله يقوم الجهاد في سبيل الله وطلب الكفار ويكون في دولة قايمة بالجهاد نحن نمرق وراها ونورق عزة الإسلام اللي انت ما شفته لكن نحن ما نص فوضى ولا نص خلايا إرهابية ولا عمليات تفجيرية ولا بنمسي ننصب لنا واحد زي يومك البغدادي نقول لك دا زعيفنا واخرج إلى الجهاد وتعالوا برايحوا الإمام المجاهد لا لا ما في كلام زي دا الجهاد دخل فالحاكم المسلم حاكم البلد مش بسألة بتاعة فوضى صحي كفاو أنا ما عنده حاجزات فرصة وفتوح للنغاش قال اللي واضة قال ما جابه العلمانية وجود من زمان في قوم الروض أيوة أيوة قال اللي واضة ما جابه العلمانية قاعد من زمان خلينا من قاعد من زمان العلمانية رايحوا في اللي واضة بس دا الموضوع هنا ما قصوا قاعد من زمانة نقول لك جديد يعني اتتعال قل لنا العلمانية ترى إنه اللي واضة حرام شأن ننجمك نجام لما تتكيف انت ذاته عندهم مباح اللي واضة مباح مش لواضة كمان عرس راسه عديل تمشتا خطى عزلك واحد وتمش للقاضي قل لنا دارف زوج دا زمان تخيل جايبين واحد ألماني واحد سوداني قالوا عرسوا أنا الغازتني أكتر أكتر من عرسوا إنه المرأة السودانية دا الغازتني أكتر من إنه نعرسوا لاته يا ناس عليك الله ما تتقوا الله دا عندهم عرس راسه عديل والقوانية اللي بتكلم عنها انت قالت شنو تكلام فارغ يا أخي عليك الله دا ما بتعرض مع الحرية بتاعتك انت لو قلت لا ما بيجوزيهم دا الحرية الحرية الشخصية ولو قلت حرام إذن كده انت اتفكت معنا نحن وده الدارين نحن ذاته فضلا الوحي قرآن بس قال ما حديث هو الوحي ممكن يكون قرآن ممكن يكون حديث ممكن يكون غيره ربنا يقول أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا أوحى للنحل كيف الوحي دا قد يكون إلهام إلهام في القلب ربنا يلهمه وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه هل أم موسى نزل على قرآن لا ما قرآن دا شنو دا دا وحي إلهام ألهم ربنا سبحانه وتعالى أم موسى فالوحي يكون إلهام والوحي يكون قرآن والوحي كذلك يكون سنة السنة أيضا وحي من الله سبحانه وتعالى لأن تعاليم ربنا يعلم للنبي صلى الله عليه وسلم عبر جبريل عليه السلام زي مثلا حديث أفضل البقاع جاء رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما خير البقاع وما شر البقاع فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا أعلم دعني أسأل أخي جبريل قال لي لمن جبريل أنزل علينا بسأله فجبريل نزل فسأله قال لا أعلم دعني أسأل ربي فسأل جبريل الله ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق دع علم ربنا لي جبريل عليه السلام جبريل علم للنبي صلى الله عليه وسلم زي ما ربنا قال علمه شديد القوة فالسنة تكون وحي قرآن وتكون وحي غير القرآن وتكون إلهام وتكون غير من الأشياء يعني ربنا بيوحي ويعلم خلقه بأشياء كثيرة يعني ما بفقط القرآن قصة الفتيل تعال أخونا قصة الفتيل دي ما حقق قبل كده ورناهم وهو ما فاهم لأنه الكلام اللي جابهه أصلا مقطوع إنه جابه قصة إنه الفتيل بسأل علمانين بدخلوا لك هم مكفي فتيل بس شاله دي وقاله تعال شوفه وبكره داب قاله دخله في فتيل يا أخي التامهيل أنا قلت ليك الرؤية العلمانية قلت بتكلم عن الرؤية مجملة الرؤية العلمانية والرؤية الإسلامية إنه ديك فيها احترام الأم وتقدير الأم وتكريمة في مسألة الدفن والتغسيل وغير آخره والرؤية العلمانية جملة ما عنده اهتمام بالموضوع ده أصلا ما عنده اهتمام والفعل بتاع الهندوس ولا غيره حتى الأوروبيين حتى الآن في أوروبا بيلموا في الجسمان بعد ما يموت بيحرقوا العظم ينشف في لفوية دوكلة في الفتيل بتاعك ده ساته تكتب عليه اسم أمك وتخطه في الدولاب حتى واحد من الطرايف بيحكي ده براه بيحكي أنا مال ما قاله ده قال أنا جابوا لي أمي وبعشوية جابوا لي ضيوف صحباننا وقالت أمه في الناعة وبعدين ظنهم بيسولهم في فتة ولا شنو في البيت ومالقوا الملح قاعدوا يفتشوا وقال لي والله يبقى لجينا الملح لكن شيرنا من الفتيل بتاع الملح آه ناذي أمي قال لون قاعدة في الفتيلة الملح ده